المجزء الاخبارية تيكو من النهار اليوم اهلا وسهلا بحضرتكم يتعجى اليوم حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية الى محافظة الشرقية في اطار جوالاته الجماهرية للقاء المواطنين وعرض برنامجه عليهم بالمقرر ان تقيم حملته مؤتمرا شعبيا بازقازيق تاب المشير عبدالفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية الجماعة الاخوان بدعم الارهاب في سيناء بفكرها المتطرف العنيف الذي عزز الارهاب خلال العام الذي تولت فيه الجماعة الحكمة واكد السيسي خلال الجزء الثاني من حواره مع قناة سكاي نيوز عربية ان القوات المسلحة حققت نتائج ملموسة في مواجهة الارهاب لان مواجهة الارهاب لا تقتصر على شق الامني فقط بل لها شق اجتماعي فكري وثقافي المناخ نفسه جاذب الناس بتتكلم على ان هي بتنصر الاسلام وليها تصور وفهم ان الناس دي على الحق وخرجوا ناس كتير جدا من السجوء في مصر الناس دي هي اللي حتى لها هذا الفكر فكرة القتل وفكرة ان المجتمع ده مجتمع لابد من تقويمه حتى لو وصلنا الى تقويمه بالقتل والانف تواصل لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية اجتماعتها اليوم لبحث المساواد الاولية لقانون مجلس النواب من المقرر ان تستكمل اللجنة مناقشة تقسيم الدوائر ونسب كل من الفرد والقائمة بالنظام الانتخابي وكانت اللجنة قررت في اجتماعيها الاخير زيادة عدد نواب المجلس ليصل الى ستمائة وثلاثين نائبا منهم ستمائة نائب منتخب وثلاثين يعينهم الرئيس تبقى للدستور قدت محكمة القاهرة الامور المستعجلة بعبدين برئاسة المستشار كريم حازم اليوم بتأييد حكم اول درجة بعودة الحرس الجماعي الى الجامعات المصرية كانت احد المحامين من مقيم الدعوة قد حصل على حكم بعودة الحرس الجماعي وقدمت استشكالا عكسيا ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية تطال فيه الدولة بتنفيذ الحكم بعودة الحرس الجماعية استنافت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلساتها في قضية احداث الاتحادية المتهم فيها رئيس سابق محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان وذلك بسماع الشهود واصدرت المحكمة قرارها بسرية الجلسات مع الابقاء على قرار حضر النشر واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية قضيا ايضا قضت محكمة جنيات السيوت دارة التاسعة المختصة بقضايا الارهاب ببراءة ثمانية من انصار جماعة الاخوان المتهمين بالانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر فيما قضت بمعاقبة ثلاثة اخرين بالحبس ثلاثة سنوات عما اسند اليهم والزمهم بالمصرفات الجنائية بينما اجلت المحكمة القضية المتهم فيها 172 من قيادات الجماعة الاسلامية والاخوان وانصارهم الى جلسة الغد